يعني الحقيقة ان احنا من بداية ازمة قطاع غزة الاخيرة تحديدا فيه شائعات كتير بتخرج ولكن مؤخرا بقى فيه نوع من انواع التبجح الزيادة زي ما بيطلق هذا بنقولها بمنتهى البساطة انه بالفعل ابتدى خلاص يتشال حتى برقع الحقيقة وشايفين شائعات قوية جدا وبتنتشر انها تنتشر على موقع زي موقع الـ TNN فدنوم انواع التبجح الزيادة حتى عن الحد عيسى عرف من حضرتك ليه هذه الشائعات بهذه القوة في هذا التوقيت بالفعل جمانة يعني منذ وحدة السبع اكتوبر هناك طبعا مزاعم وافتراءات وهزيان والدعاءات كلها بطلة سواء من الجانب الاسرائيلي او من بعض الوسائل العالمية وقبل ان نرد على هذه الشائعات لماذا هجيش الشائعات هذا السؤال مهم لان اسرائيل وحكومة الحرب الاسرائيلية كانت تريد ان تتاخذ من سبع اكتوبر زريعة لتصفيت القضاء الفلسطيني عبر ما يسمى استراتيجية الجحيم يعني في تفريغ قطاع غزة من سكان وبالتالي انها ما يسمى المسألة الفلسطينية هم يريدون استبعاد القدس قطاع وصالة ضفة الغربية يريدون تصفيت غزة وبالتالي يعني كما يقول لتانياه تقويد اي مقامات للدولة الفلسطينية من كان حق صد في هذا المخطط واجهده هو الجانب المصر ان مصر ادركت من اليوم الاول ان اسرائيل وحتى الرئيس سيسيا اتعتقد وتذكر في مؤتمر الصحفي مع المستشارة المانية أوليف شولد قال ان اسرائيل تجوزت مبدأ الدفاع النفس الى اساسة الانتقام الجماع وبالتالي هنا مصر وقفت كحق صد امام مخططات اسرائيل لتصفيت القضاء الفلسطينية عن طريق العمل على تحويل غزة الى مكان لا يمكن نعايش فيه وبالتالي تهجير الفلسطينية قصرا او طبعا بالطبع كان الحق الصد لمصر رفضت مصر وضعت خطوط حمراء لقات حاسمة لا لتهجير الفلسطينيين لا لتهجيرهم لسيناء لا لتصفيت القضاء الفلسطينية على حساب الامن القوم المصر هذا هو الموقف المصري الصلب الدعم للجانب الفلسطيني هو الذي يفسر لنا هذه الافترات التي تقررت منذ 7 اكتوبر حتى الان على مدار 18 طارة اكتو منها مصر بتخلي المساعدات ويقول لها اتهامات باطلة ولا حتى تنطالح حتى على شخص بسيط ومواطن بسيط يعني كان رد الفعل قروج الملايين في الدول الغربية حتى اللي كانت مهيدة لإسرائيل رفضا لهذه الجرامي اللي بادة الجامعية هذا خير الرد على هذه أن من يرتكب بادة جامعية من يستخدم سلاح الجوع من يمنع المساعدات هو الجانب الإسرائيلي وبالتالي الحديث عن مزاعم أن مصر تعطل هذا طبعا تتحده بالدلة والواقع النقطة الثانية فيما تعلق بالجانب السياسي والجانب الأمن لأن نعرف أن مصر المقربة المصرية منذ 7 أكتوبر صارت على ثلاث مصرات متويزة أو أربع مصرات مصر إنساني تخلي المساعدات وتخفيف العب ومصر هي أكبر مقدم لمساعدات حتى من 8% ومصر أمني المتعلق بمنع توسع الصراع أقليمي والعمل على وقف إطلاق النار ووقف أزل الأدوان في إطار فقه أو لوحة الدولة المصرية وهو وقف نزيف الدم للفلسطين لأن الوقت من دم كل يوم عداد الشهاداء الفلسطينيين من النساء والأطفال يعني وصل الآن إلى مقاربة 40 ألف وبالتالي طرحت مصر الدولة الوحيدة التي طرحت مبادرات للوساطة للوساطة للتحرك طرحت مقترحات توفقية للعمل على وقف العمل على الوصول وقف دائما ووقف نزيف الدم للفلسطين هذا المصار طبعا المصار السياسي المتعلق طبعا نتكلم عنه بمتعلق بالحل السياسي وحل الدولتين لكن فيما تعلق بالمصار الأمن أيضا مصر أولوية وقف النزيف قدمت المقترحات وقاما نقول هي الدولة الوحيدة التي تحركت في هذا الأمر حيازة طبعا للشعب الفلسطيني ووقف نزيف دمه وقدمت المقترحات طول المقترحات رغم التعنية للإسرائيل ورغم الإفشال وبالتالي إسرائيل تحاول ومن أقرها أمريكا بالخلف إلقاء اللوم أو الفشل أو المأزة التي توجد فيها على الجانب المصر إنها إفشالة المفاوضات